يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بالكل أهلوية اللي بيبدأ معنا حلقة النهاردة من السادسة تحياتي لحضراتكم الصفقات 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 ده يمكن عنوان الأهم اللي يهم وبيشغل كل جماهير النادي الأهلي واللي بتتابع الحقيقة أي خبر أي خبر من أي منصة من أي قناة من أي صفحة موجودة على السوشيال ميديا بترشح اسمه أو بتقولك الأهلي بيفوض اسم فلان فلاني كانت الصفحة من جوة كانت الصفحة من بره بتشد جمهور نادي الأهلي وجمهير نادي الأهلي عائزة الطم لكن الحقيقة أنا حابة أبتدي الكلام مع حضراتكم في الجزئية دي الصفقات والأهلي محتاج إيه الحقيقة يعني والأمر ده في النهاية طبعا وجهات نظر ممكن نختلف فيها ممكن نتفق عليها لكن في النهاية الإدارة من يدير شؤون الكرة في النادي الأهلي هو صاحب القرار لكي أنا أكلم مع الجمهور وأنا واحد منكم في الأول والأخذ وأنا عارف أنه يعني أي مكان بقابل فيه ناس غيرانا على الأهلي وعايز سعرف أخباره الناس بتسألني على طول إيه أخبار الموديل الفني إيه أخبار صفقات الأهلي وخلينا نتفق أن الموديل الفني الأسماء التي تم خلينا نقول تصفيتها في النهاية كلها سيفيهات الحقيقة محترمة جدا وانت شخصيا لما تعرفهم أو تعرف الأسماء دي تحتار مين ممكن يكون المناسب لكن كلهم عندهم سيفيهات محترمة جدا وأهم من السيفيهات تجربة يعني دايما بقايم الكرة اللي قدمها المدرب ده بصرف النظر على إمكانات الفريق اللي كان بيلعب معاه ودت جدا على فكرة في أوقات كتيرة جدا مدربين يعني أنتونيو كونتي مثلا مع تاطنا محقق إيه ولا حاجة لكن صاحب بصمة مدرب على أعلى مستوى ما حدش قدر ينكر ده توماس طاخل مع تشيلسي يورجين كلوب يورجين كلوب حقق إيه السنة اللي فاتت مع ليفر بول تقريبا ولا حاجة باستثناء الدرقة الخيرية يعني اللي هي بالنسبة للجمهي الليفر بول ولا حاجة لكن لما تكلم على بريمير ليج لما تكلم على شامبينز ليج بفريق بحجم وبإمكانيات ليفر بول بفريق بخبرات وسيفي يورجين كلوب لا طبعا إنجاز ما كانش عظيم لكن حد يقدر يقلل من قيمة وقدر يورجين كلوب لا مورينيو مع روما مقارنة بفتاح الإيطاليا يعني طبعا روما مش فريق صغية لكن في النهاية لما يجي قرنه بالميلان لما يجي قرنه بالإنتر لما يجي قرنه باليوفي لا طبعا فيه فارق كبيرة جدا فارق فيه قيمة اللعيبة فارق فيه التاريخ والبطولات فارق في حاجات كتيرة جدا المستوى المشاركات اللعيبين الدوليين يمكن مورينيو ينجح بشكل كبير وكان ليه بصمة تتويج روما بالكونفرنس ليج لكن على مستوى الكرة في إيطاليا لا روما ما كانش ليه أي إنجازات والكونفرنس ليج ماهيش بطولة كبيرة أوي يعني معظم الفرق اللي بتشارك فيها من أوروبا ماهيش فرق المستوى الأول أغلبها فرق اللي هي بنقول عليهم فرق المنطقة الدفية لكن في النهاية بطولة وتحسب لمورينيو وما حد شقدر يقلل من إمكانيات جوزي مورينيو ده فيما يتعلق بالمدرب أما فيما يتعلق بالصفقات أنا عندي وجهة نظر بدردش فيها معاكم أتمنى أنكم تسمعوها وتعالوا كده نحسبها واحدة واحدة بالراحة مركز مركز اسم اسم ونشوف الأهلي رايح فين السنة الجاية وبإذن الله إن شاء الله السنة الجاية هي سنة المارض الأحمر قبل ما أتكلم معاكم مفتح في التفاصيل خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقين طيب اتكلمنا في البداية على موضوع الجهاز الفني أو الموديل الفني الجديد للنادي الأهلي واتفقنا أنه يعني خدوا بالكو برضو في حاجات كتيرة جدا بتأثر بشكل أو بآخر منها ما هو مفروض عليك طبعا فكرة تأخر المواسم في مصر هنا لثلاث سنين على التوالي بتربك الحسابات بشكل كبير في فكرة استقدام لعب أو استقدام جهاز فني أنت عندك الموسم بيخلص في توقيت غالبا غالبا معظم المواسم بدأت في الدنيا كلها وبالتالي الناس اللي تعاقدت تعاقدت وإلى آخر بالإضافة للجزء تاني إذا كنت بتدور على سيفي محترم يعني إذا كنت عايز تجيب اسم كبير عندك نوعين من العوائق يعني فيه عائق أول مرتبط بالبادجت وطبعا أي سيفي كبير هيطلب رقم كبير تطبيع جدا ومفهوم جدا وده العادي في أوروبا الجزء تاني إنك أنت فكرة إنك تنزل من أوروبا لأفريقيا دي شوية شوية بتبقى فيها صعوبة حتى وإن ارتبط ده باسم نادي الأهلي يعني اسم الأهلي ما فيه شك إنه نادي عالمي أنت بتتكلم على نادي الرانكينج بتاعه النهاردة النهاردة وأنا بتكلم مع حضراتكم أنت الرانكينج بتاعك على مستوى العام مش تعرف برضو أنت أقف فين في موسم سيء على مستوى البطولات والألقاب يعني أنت السنة دي ما حققتش آه وصلت لنهائي دوري أبطال آه يعني كنت بتنافس على بطولة الدوري وصلت للمرحلة النهائية في الكاس لكن على مستوى البطولة القاب ما حققتش ورغم ده أنت الرانكينج بتاعك على مستوى العالم 78 النهاردة وبالتالي أنت بتتفوق يعني بتتفوق على عدد كبير جدا من الأندية اللي بتلعب في الدوريات الخامسة الكبرى سيبك بقى من مش هروح أمريكا الجنوبية مش هقولك بالميراس وبوكا جونيوز وريفر بلايت وأنديت برازيل وأنديت الأرجنتين ومش هقولك بقية أنديت أوروبا أو دوريات أوروبا زي مثلا هولندا وحد ينكر أنه في هولندا أنديا محترمة جدا زي آيكس وفاينرد وآيندهوفن حد ينكر أنه في بلجيكا في أنديا كويسة زي مثلا أندر لخت البلجيكي حد ينكر أنه في تركيا في أنديا كويسة مثلا زي بشكتاش زي جارة سراي هذه أنديا كويسة برضو أو دوريات إلى حد ما أكيد يعني يعني فوق الدوري المصري لكن أكلمك على الخمس دوريات الكبرى أكلمك على دوريات في أسبانيا في إنجلترا في فرنسا في ألمانيا في إيطاليا أكبر خمس دوريات في العالم احسب كده متوسط عدد الأندية اللي بتشارك فيها هتلاقيه تقريبا داخل في 90-95 نادي انت النهاردة في موسم ما حققتش فيه حاجة لا يا الأهل لو كان كسب السنة دي دوري أبطال أفريقيا كان كسب الدوري كان بالتأكيد الرانكينج بتاعه 78 ده خدوا الحتة كويسة جدا وما زلت الأول طبعا على مستوى أفريقيا والأول أيضا على مستوى مصر فحتى مع المكانة دي بيبقى فيه شوية صعوبة من الناس الكبيرة أو الأسماء الكبيرة أنها تفكر أنه تسيب تجربتها في أوروبا حتى لو معاني دي في المنطقة المتوسطة أو في المستوى المتوسط وتيجي بيبقى إلى حد كبير محتاج بقى فكرة الجديد فكرة التحدي جديد فكرة أنه ممكن يكون ودرب محترم جدا وعنده فكرة كويس جدا ومتمكن في الجزء دي بس ما حفيش رصيد من البطولات ما حققش بطولات فممكن يلاقي ده تشاننج أنه يجي يحقق منادي الأهلي وخصوصا أنه إنجازات الأهلي في المواسم الأخيرة على أعلى مستوى سواء على مشاركته مع كبار العالم في بطولة كاس عام على مستوى مشاركته مع دوري أبطال إفريقي وخصوصا أن الموسم الجاي برضو استثنائي بنتكلم على مسابقة كبيرة جدا في أفريقيا اسمها السوبر ريج فبالتالي الحاجات دي كلها بتتدخل إلى حد ما في فكرة التفاوض نيجي للصفقات أنا الصفقات عندي فيها كلام كتير حقيقة عايز أقوله لحضراتكم والسؤال الهم اللي بسأله لكل الناس لكل الأهلوية يعني أنا عارف أنه أنتو عايزين تتطمنوا على شكل الأهلي في الموسم الجديد لكن هل شكل الأهلي في الموسم الجديد أو مستوى الأهلي في الموسم الجديد مرتبط بس بفكرة الصفقات عدد الصفقات اللي هيبرمها النادي الأهلي أو قدارة النادي الأهلي هل الفكرة في الكام ولا في الكيف هل الفكرة احنا محتاجين كام صفقة عشان قلبنا يتطمن ونشوف الأهلي بيستعيد مستوى ولا احنا محتاجين أي نوعية من الصفقات وجهة نظري الشخصية ده رأيي شخصي أتحمل أنا مسؤوليته مالوش علاقة بأي حاجة تانية ده وجهة نظر الشخصية أنه مع كامل احترامي للسبعتاشر نادي اللي موجودين في الدوري الأهلي يملك أفضل سكواد ممكن يعني لما تبص على سكواد بتاعك وتبص على كل مركز مركز وتبص على الأسماء الأفضل على مستوى الموسم اللي فاد في السبعتاشر فريق في الدوري المحلي في الدوري المصري مين موجود؟ يعني جنب الشناوي وعلي لطفي وشوبير التلاتة ظهروا في الموسم اللي فاد والتلاتة قدموا مستوى كويس جدا هتبص المين؟ عواد هتبص الجاد هتبص الصبحي هم دول اللي ماعتقدش أنك أنت يعني حراس يصنع الفارق أو وجودهم يوصل أو يعلي من مستوى حراس المرمى في نانتي الأعلى ممكن يمثل أضافة أو ممكن واحد من الأسماء تمثل أضافة لكن في النهاية حراس المرمى عندك بخير جدا بص الخط الدفاع عندك وأنا بتكلم حضراتكم أنه إحنا لأول مرة في ظروف طبيعية يعني مفترض أنه الفريق إن شاء الله لما يتدي معسكر أعداده القادم وهنتكلم النهاردة على معسكر أعداده وهنتكلم على موجهات الأهلي الخارجية في فترة أعداده الموسم الجديد الفرق لأول مرة بتاخد راحة سربية يبقى فيه معسكر أعداده وبالتالي أنا بتكلم على اللعيبة دي أو الأسماء دي في التوب فورم في أعلى مستويات وبالتالي عندنا سكواد الأهلي بشكل كامل أنا عايز أقف مع مركز مركز لكن يمكن عشان محتاج أطلع فاصل عايز أرجع ونتكلم برضو بنفس الهدوء أنا مش عايزكم تبقوا متوترين أو متعصبين أو متضايقين عشان لغاية النهاردة ما تم شاءنا على الصفقات لكن مرة تانية بقول الأهم بالنسبة لي مش عدد الصفقات قد إيه بقدم هو السؤال هل الصفقات دي هتصنع الفارق ولا لأ وده السؤال الأكتر اللي احنا محتاجين نركز عليه وإحنا بنتكلم على الأسماء اللي هتنضمن هذه الأهلي الجودة الكواليتي اللي مش موجودة بشوف أنا لغاية النهاردة بشوف أنها مش موجودة تقريبا في الدوري المصري خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم بالأسماء يعني نص نص مليار يورو متوسط ده يعني أكتر أنديها في أوروبا حقيقة للإرادات احنا بنتكلم على نص مليار يورو يعني بنتكلم في حوالي عشرة تقريبا يعني عشرة مليار جنيه ده ميزانية نادي يعني في أفريقيا عشر سنين قدام أو خمس سنين قدام على الأقل لو كلمنا عن نادي كبيري يعني كمان بتكلم على حجم إنفاق وبالتالي زي ما فيه إنفاق زي ما فيه حجم إرادات بيزنس إيز بيزنس زي ما بيقوله لغة الأرقام والأعمال والاقتصاد في كورة القدم حصل فيها نقلات في العشرة سنين أخيرة خيالي خيالي بيزنس يعني على أعلى مستوى طيب قبل ما أدخل في و أكمل كلامي مع حضراتكم في الصفقات يمكن من دقايق بسيطة جدا يعني بدأ المسؤولين في النادي الأهلي و أعضاء مجلس الإدارة و كبار نجوم النادي الأهلي على مدارة تاريخه والشخصات العامة عموما في التوافد على مسجد المشير تنطاوي عشان يقدموا واجب العزاء في شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يعني ربنا يرحمها و يغفر لها و يجعل مثواها الجنة و يلهم الأسرة الكريمة الصبر و السلوان الوزير عامري فاروق طبعا زي ما حضراتكم شايفين موجود طبعا شفت يمكن من دقيقة عدد من الشخصيات فيه حرص كبير جدا على مسندة ودعم كابتن محمود الخطيب في الظرف القاسي طبعا ده دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة يعني بدأت من بعد صلاة المغرب بدأت يعني الناس تتوافد على مسجد المشير تنطوي عشان تقدم واجب العزاء للكابتن محمود الخطيب خلص تعزينا طبعا أسرة قناة النادي الأهلي وشركة بريزنتيشن لايب وكل العاملين حقيقة في القناة كابتن محمود الخطيب طبعا كابتن شطة أعتقد كابتن فاوزي سكوتي أعتقد يعني كابتن حسام غالي طبعا عضو مجلس الإدارة كابتن أسامة حسني طبعا يعني هنحاول ننقل لحضراتكم المشهد وخصوصا طبعا يعني الأختة والشقيقة والأب والأم طبعا بتبقى صدمة صعبة كان الله في عون كابتن محمود الخطيب وأسرته أقل الكريمة ربنا يصبرهم يا رب ويتغمد الفقيدة بواسع رحمته نروح للفيديو كونفرنس اللي معنا النهاردة الحقيقة أننا يمكن مناكزين شوية مع البرتغال النهاردة هيكون معنا جواو فونسيكا واحد من حقيقة الأسماء اللي ظهرت بشكل كبير جدا سواء في البرتغال أو في فرنسا وكان بالمناسبة مناسبة نحب أن نتابع نونت يعني الفرنسي في الفترة الأخيرة عشان نشوف نجمنا المصري مصطفى محمد مهاجم نونت الجديد هو كان في فترة مفترات تولى منصب المدرب في فريق نونت فهنسأله يعني عن الدورة الفرنسية بشكل عام وعن الكرة البرتغالية وخصوصا طبعا مع وجود مستر روي فيتوريا في الفترة الأخيرة في منتخب في منصب مدير فاني منتخب مصر خليني نرحب بجواب فانسكا المدرب السابق لفريق نونت الفرنسي يعني بداية بشكرك على مشاركتك معنا وأهلا وسهلا بك في السادسة شكرا جزيلا لكم يعني تسمح لي يمكن معظم ديوفنا اللي بنتواصل معهم من البرتغال بيكون مهم جدا في بداية حوارنا ناخد رأيهم وانطباعاتهم ورؤيتهم لتجربة روي فيتوريا اللي هيبدأها مع المنتخب الوطني بتشوف إزاي مشوار روي فيتوريا وإيه النجاح أو إيه البصامات اللي يقدر يحققها مع المنتخب الوطني المصري من وجهة نظري أنا أؤمن أن روي فيتوريا هو إضافة لأي مكان هو إضافة لمنتخب المصري وهذا لا يفاجئني هو الآن يذهب إلى الأندية يمارس عمله هذا الأمر الأساسي بالنسبة لروي فيتوريا كما أعرفه هذا هو ما يفعله ليحسن مدى التكامل الذي يحظى به أي منتخب وأي مدير يعمل به روي فيتوريا أي مدير فني يريد أن ينمي فريقه يجب أن يفعل هذا من وجهة نظري خبرة روي فيتوريا وتجربته تتماشى مع المشروع المصري في قيادة ومشروع الاتحاد المصري لقيادة المنتخب المصري هذا هو نوع المدير الفني الذي رأيته في بنفيكا وحظى بنجاح كبير وكان يعمل مع مواهف شابة واستطاع أن يعمل عليها وأن يتفوق ووصل بهم لمستويات عالية وأعتقد أنه اختيار رائع لمنتخب مصر أن يقود منتخبكم خليني أسألك على الملامح الكروية لفيتوريا يعني يمكن في أسماء كبيرة تولت في السابق مسؤولية منتخب مصر أسماء لا يشق لها جبار زي ما بنقول اسم زي هكتور كوبر اسم زي كارلوس كيروش من بورتغال برضو والتنين أسماء وغيرهم وغيرهم الحقيقة ومنهم اللي نجح على مستوى النتائج مع المنتخب الوطني لكنه لم يلقى قبول والسبب في هذا وخليني شوية أكلمك على طبيعة المشجع المصري أو جمهور الكورة في مصر إحنا بنحب الكورة الممتعة إحنا بنحب الكورة الحلوة إحنا بنحب الكورة الهجومية مع كامل الاحترام وبصرف النظر عن اسم المنافس لكن لا هكتور كوبر ولا كارلوس كيروش رغم يعني نوعا ما النتائج الجيدة اللي حقوقها على مستوى نتائج مع المنتخب لكنهم أبدا لم يكونوا مقنعين لا للإعلام ولا للجمهور فهل تعتقد أن روي فيتوريا عنده الجديد هل يقدر يغير من طبيعته شخصية وشكل المنتخب الوطني أعتقد أن هذا الأمر يعتمد على مدى استيعاب اللاعبين لطريقة لاعب روي فيتوريا ومدى انسجامهم معها في البداية نحن لا نتكلم عن التعليمات فقط ولكن نتكلم على خلق بيئة مناسبة تسمح لللاعبين أن يلعبوا كمنظومة وكمجموعة هذا أمر رائع وهذا أمر مهم جدا الأمر ليس بالكبير ليحدث ولكن هذا أمر أمر هام لتحسين الجهة الهجومية النحية الهجومية في أي فريق وهذا أمر دائما يعتمد على الحالة التي نؤهل اللاعبين إليها ليتطوروا ويتقدموا وهذا على المستوى الفريق القومي ولكن اعتدت أن أقول أننا لدينا هنا في البرتغال بالنسبة المدربين البرتغاليين لدينا قدرة على أن نتكلم قليلا وأن ننفذ كثيرا وأن ننفذ ما نتلقاه من تعليمات هذا هو ما يفعله اللاعب البرتغالي وكذلك المدرب إذا فعل اللاعب ذلك واستطاع أن يوظف هذا في خدمة منتخبه سيكون في النهاية سيكون في النهاية أمرا هاما لتحسين هؤلاء اللاعبين وللضغط على أنفسهم للاتجاه الصحيح للفوز ولكذلك إذا أردت أن تفوز يجب عليك أن تفعل هذا لذلك الطريقة الدفاعية والطريقة التي لا تكون ممتعة لكثير من المشجعين كما الحال في الطريقة الهجومية هذا الأمر هام ولكن إذا أردت العكس يجب عليك أن تفعل ما ذكرت بمناسبة الكلام على الكرة البرتغالية وإنت يمكن كمان كان لك تجربة طبعا في الدوري الفرنسي والأتنين سواء الكرة الفرنسية أو الكرة البرتغالية في بينهم عامل المشترك يهمني أسمع رأيك فيه على مستوى الأندية بناجد صعوبة جدا للأندية سواء في فرنسا أو في البرتغال أن هم يطوروا من إمكانياتهم أو من قدراتهم عشان يحققوا ألقاب على المستوى المسابقات الأوروبية في حين أنه على مستوى المنتخبات وعلى مستوى اللعبين المحترفين وعلى مستوى المديرين الفنين المحترفين بناجد الحقيقة أن الكرة في فرنسا والكرة في البرتغال مقدمة الحقيقة أوراعة مدها بشكل كبير جدا ونجاحات كبيرة جدا سواء المدير الفنين أو اللعبين خارج الحدود من وجهة نظرك إيه السبب والمفرقة بين قوة المنتخب وقدرته على المنافسة على الألقاب وتراجع إلى حد ما مستوى الأندية المحلية في الدولة الفرنسية والدولة البرتغالية في النسبة لي في البرتغال نعمل على تطوير اللاعبين الصغار ونركز أكثر على منطقة احتراف اللاعبين وأن نصنع لعبين في بيئة تنفسية جيدة مما يسمح لهم أن يخدموا الفرق القومية المنافسة في البرتغال لا تكون على المستوى ولكن تخدم المنتخب لدينا منافسة لفريق تحت 17 عاما وتحت 19 عاما وكذلك الفريق الرديف هذا يعطي تنفسية وتأهيل لمستوى عالم لنرى هذا المستوى في الفريق الأول في المنتخب البرتغالي الآن لديك لعبين في باريس سان جرمان لايفتينيا لعب في بورتو في ناشئين بورتو والآن تراه يتعلق مع باريس سان جرمان لم يكن في ناشئ باريس سان جرمان ولكن كان في ناشئين بورتو نحن طورنا الناشئ البرتغالي ليلعب على أعلى المستويات ويعمل لخدمة المنتخب القومي بمناسبة التجربة في بورتغال أو فرنسا هل تشوف بعد قرع الدوري الأبطال أن في نادي في فرنسا أو في بورتغال عنده القدرة على المنافسة على اللقب السنادي لقب بطول الدوري أبطال أوروبا حسنا بالنسبة لدوري أبطال أوروبا الأمر صعب جدا في النهاية لدينا أندية كبيرة أندية رائعة تقاتل من أجل اللقب أنا أؤمن حقا بأن حاليا الأندية البرتغالية ليست في هذا المستوى التنظيمي العالي لينافسوا الأندية الأوروبية ليصعدوا للمستويات الأعلى كالكورتر فاينل على سبيل المثال ولكن مما أراه الآن على مستوى الانتقالات اللقب سيكون بين منشستر سيتي وباريس سان جرمان على ما أعتقد لأنهم يضعون الكثير من المجهود والأموال والتنظيم في الفريق الكوروبي لديهم استبعدت برشلونا استبعدت ريال مدريد استبعدت بايو ميونيخ واستبعدت ليفر بول على رغم حتى من نجاح ليفر بول في الوصول للمباراة النهائية مع ريال مدريد في الموسم الأخير أنا أؤمن أن ليفر بول هو فريق هو فريق رائع ككل فازوا بالكثير في الأعوام المواضية ولكن أعتقد أن ليفر بول الآن سيكافح من أجل المواصلة على هذا المستوى لذلك أنا فقط أقول من وجهة نظري على الأقل أن باريس سان جرمان ومنشستر سيتي لأن بالمديرين الفنيين الرائعين في منشستر سيتي وباريس سان جرمان يعرفون أنا جيداً ماذا يريدون وخصوصاً في باريس سان جرمان لديه اختيار موفق في المدربين وأعتقد أن المستوى الآن بالنسبة للمنافسة بين الفريقين قريبة جداً برشلونة بالطبع لديهم الآن ولكن برشلونة لديهم فريق كبير ولكن الآن هم في مرحل متأخرة بالنسبة لتغيير الفريق وتغيير الإدارة وبالنسبة لتشافي تشافي الآن يجب عليه إعادة تكوين الفريق ليعود كما سابق كسابق عهد في السنوات الماضية ربما خلال سنتين أو ثلاث سنوات برشلونة سينافس على دور الأبطال طيب بعض الصفقات في الميركاتو أسمع منك رأيك وتعليق سريع عليها بداية داروين نونيز نجم بنفك السابق وانتقاله ليفر بول وهل بترى أن صفقة هالند مع مانشستر سيتي ما أسر نفسياً ومعنوياً على مستوى داروين نونيز في بداية بطولة الدوري الإنجليزي حسناً من ناحية التحفيزية نعم لديها تأثير كبير الآن تتكلم على المستوى الأعلى في المنافسة الآن نرى من خبرتي من تجاربي في البيئة الرياضية يجب أن نفكر ماذا نستطيع أن نفعل لا ننظر للآخرين لا انظر إلى الآخر والطاقة التي يقدمها في الملعب وماذا يقدمه في كل مباراة ربما هذا أمر جيد ولكن لا يجب أن يكون له تأثير علي يجب أن أركز على إحراز الأهداف وأركز على ما أريد وما أحتاجه لنفسي إزاي شفت السيناريو اللي حصل مع كريستان رونالدو والمان يونيتد رغبته في الرحيل ارتباط اسمه بعدد كبير جداً من الأندية مع عدم قدرته على الانتقال في نهاية المشوار مسألة بقاءه توتر علاقته بتنهج شايف إيه الأفضل لرونالدو وخصوصاً أنه مقبل على قيادة منتخب البرتغال في بطولة كاس العالم حسناً أعتقد أن من رؤيتي للأمر حينما نتكلم على هذا الأمر فإننا نتكلم على الأمر لا نعرف عنه شيئاً الآن لدينا كثير من الكلام والإشاعات وتقارير هذا ضد رونالدو وهذا مع رونالدو الأمر ليس واضحاً ولا نعرف بالتحديد ماذا يحدث داخل النادي لا نعرف ماذا يحدث ربما أحياناً بعض التقارير تخرج لنا ولكن في النهاية مما أرى من خبراتي من وقع خبراتي أعتقد أن كريستيان رونالدو يستطيع أن يؤدي أعلى مستوى له هذا الموسم وهذا لا يجب أن يؤثر على لاعب رائع كما كيستيانو رونالدو خصوصاً مع الفريق البرتغالي بالنسبة لفريق المنتخب البرتغال الآن رونالدو يؤدي على أعلى مستوى ولكن هذا طبيعي بالنسبة لرونالدو مع المنتخب البرتغال هذا الموسم هذا الموسم ليس الأحسن له لأن اللاعب ربما ليس مقنع بالنسبة للمدرب من وجهة نظري ولكن أعتقد أنه سيؤدي في منتخب القومي نروح لجوزي موريني وسباشل وان اللي يمكن يعني يمر بأكتر من موسم ما كانش في أحسن حالاته لكن أعتقد أنه استعاد جزء من بريقه في بداية تجربته معرومة وتتويجه بالكونفرنس ليج والسنة دي كمان الحقيقة يمكن الكثير توقع مع الصفقات اللي أبرمتها أو اللي أبرمها جوزي مورينيو شخصيا سواء كنت تكلم على بيلوتي على ديبالا على فينالدوم أن روما قادم لتتويج بمزيد من البطولات إزاي شايف تجربة جوزي مورينيو وتقييمك لها مع روما أنا أرى أن جوزي مورينيو هو بنى بالفعل منظومة في العام الماضي وهذا العام سيكون المحصول الناتج لإيئس روما سيتوج بالنجاح هو عامل في النادي استطاع استطاع أن يؤسس منظومة جيدة متكاملة لديه الآن من واقع خبراته من قبل استطاع أن يفعل هذا وهذا الموسم سنرى نتيجة هذا المجهود سيلعب بالطريقة التي يحب بكل أريحية أعتقد أن هذا الموسم سيتوج بالنجاح لإيئس روما نجحت جوزي مورينيو مع أكبر الأنداف في أوروبا سواء بداية التجربة مع بورتو مرورا بريال مدريد تجربته مع الإنتر تجربته مع توتنهام وصولا لروما ما خلتش في أي مرحلة من المراحل دي أصوات تنادي بتولي مسؤولية المنتخب البرتغالي أعتقد أن هذا سيحدث قريبا لأكون صادقا معك لا أعرف أن هذا سيحدث خلال سنتين أو ثلاثة ولكن أقرب مما نتوقع أن يقود جوزي مورينيو الفريق البرتغالي المنتخب بورتغال أنا أتوقع لجوزي مورينيو أن يأتي للمنتخب بورتغال ويتوج معهم ببطولة قرية هل انتهت مرحلة كريستانو رونالدو ليو ميسي من وجه نظرك أو تعتبر أن الموسم ده نهاية مرحلة كريستانو رونالدو وليو ميسي ومن القادم بعد الإسمين دول حسنا يوجد الآن بالفعل بعض الأسماء الأساطعة ككيليا نمبابي لاعب لا يصدق لاعب رائع أنا رأيته حينما كنت أعمل في الدوري الفرنسي لاعب رائع يبدل كل قطرة عرق في الملعب وليك أيضا كيفين دي بروين برناردو سيلفا بالنسبة لي هذا واحد من أروع المواهب على الإطلاق في العالم ولمنتخب البرتغالي كذلك ولكن من وجهة نظري أنا أتوقع أن مبابي سيكون سيكون أسطورة قريبا وسيفوز ببالوندور قريبا بمناسبة تجربتك في الدوري الفرنسي وإذا كنت ما زلت طبعا بتتابع مباريات الدوري الفرنسي وإنت كنت واحد من المسؤولين عن فريق نونت إذا كنت بتتابع أو ما زلت بتتابع إزاي بتشوف بدايات مصطفى محمد المهاجم المصري الدولي الدولي مع فريق نونت الموسم الحالي أعتقد أن مصطفى محمد أن فريق نونت يبني الآن فريق جيد فريق صاعد يستخدمون لعبين جيدين إذا كان لديه القدرة على التواصل الجيد مع الفريق الذي يتم بنائه وإذا استطاع أن يبني تواصل مما يسمح له من الاندماج مع الفريق وأن يلعب على أعلى مستوى سيكون لديه موسم رائع في نونت الأمر رائع أن ترى موهبة مصرية في الدول الفرنسي أو أن تلمع هكذا لديك لعبين رائعين بالفعل مصريين يلعبون في الدول المصري وخارجه ولكن أن ترى في فرنسا هذا الأمر سيكون إضافة قوية للفريق القومي المصري وللمدير الفني أن يبني فريق رائع من المحترفين والمواهب المواهب الطبيعية التي يتمتع بها اللعبين المصريين هذا الأمر الذي يحتاجه المنتخب المصري جواو فونسيكا المدرب السابق لفريق نونت الفرنسي شكرا جزيلا وشاركتك معنا في السادسة وكل التوفيق للكرة البرتغالية وخصوصا منتخب البرتغال في منافسات كاس العالم قطر 2022 فاصل ونرجع لكم بضفتنا النهاردة كابتن عبدالله جلال وكلم حضراتكم عن قصة الصفقات والأسماء والمراكز كما ولا كيفا ده السؤال اللي بيشغل جمالية النادي الأهلي في السادسة بس بعد الفاصل أهلا بيكم مرة تانية خلينا نقول كده أنه ملامح موسم جديد للنادي الأهلي بتترسم أو هتتحدد ملامحها في هولندا هولندا هو المكان أو هي الدولة اللي هتصديف معسكر أعداد أول مرة أقول كلمة معسكر أعداد من ثلاث سنين يعني الحقيقة يمكن لأول مرة بتتاح للنادي الأهلي فرصة أنه يخوض موسم في ظروف طبيعية رغم تلاحهم المواسم ورغم ضغط المطشوات ورغم كثرة المشاركة في كل البطولات بره مصر وجوه مصر إشي محلي وإشي قرري وإشي دولي لكن الحقيقة الأهلي عودنا دايما أن نكون واقف على منصة التتويج وبإذن الله إن شاء الله تكون بداية موفقة هنتكلم على معسكر الإعداد وهنتكلم على شكل الموسم الجديد وهنتكلم زي ما قلت لكم على الصفقات مع واحد من النجوم النادي لأهلي كابتن عبدالله جلال ضفنا النهاردة في السادسة بسأخير يا كابتن وأقول لك حمد الله على السلام بقالك كثير مع نورتنا وشرفتنا في السادسة أهلا وسأهلا بك مرة تانية الله يسلم وكسي زحم الله يخليك تعالى كده نأخذ معك جولة في أخبارنا النهاردة ونسمع رأيك وتعليقك عليها زي ما قلنا طبعا قلت لحضراتكم أنه تم الاستقرار على هولندا تكون المكان أو الدولة هتصديف في المعسكر بعد مفضلة يمكن كان فيه تفكير في ألمانيا كان فيه تفكير في النمسا وأيضا هولندا وأسبانيا كانوا محطوطين في الاعتبار لكن تم الاستقرار خلاص على إقامة المعسكر في النصف الثاني من شهر سبتمبر معسكر أعتقد هيمتد من حوالي من 10 إلى 12 يوم وخلال المعسكر بيتم الاتفاق على عدد من المباريات الودية التي تجمع النادي الأهلي بعدد من الفرق الأوروبية ممكن يكونوا مطشين ممكن يكونوا ثلاثة بتشوف ده ازاي وبتشوف ازاي ده يخدم الفريق والجهاز الفني الجديد اللي بالتأكيد هيتولى المسؤولية حضراء كنت في البداية أول مرة من ثلاث سنين نادي الأهلي تتسمع كلمة معسكر تدريب أو تحضير للموسم الجديد دي طبعا حاجة كويسة حتى قبل كده يعني بفتكر الزمان أعتقد أنه يعني يجي لك ممكن يكون عمل ده والأجيال اللي قبلكم كان دائما فيه حتى في وقت من الوقت أنا كنت فاكر برضو فيه موسمين وربعال برضو حصل حصل تلاحهم وكننا خدنا برضو تقريبا بتاع 10 أيام أو 15 يوم برضو أجازة أو راحة سلبية وجي مستر أمان الجزي في الوقت ده عملنا بتاع أسبوع في أهل مدية نصر وبعد كده طلعنا على معسكر في ألمانيا لمدة 3 سابيع وده كان أطول معسكر إعداد للفريق الأول للنادي الأهلي عبد هالي جزء التحضير أو الإعداد للموسم وشغل المدرب مع اللعبة يختلف بشكل كامل عن فكرة التدريبات اللي موجودة بين المطشاط وبين انكسرة المطشاط مختلفة تماما التمرين كلها اللي هي التحضيرية للموسم تبقى مختلفة تماما عن التمرين الموجودة بين المطشاط ده بتبقى مختلفة تماما أنت بتتكلم في حمل بدني ببدأ زي ما بقولك ده مش هقول من السفر بس ببدأ من 20 30-40% ببدأ أبني حمل بدني بكيف اللعب بتاع الحمل البدني اللي هيخده على مدار الموسم كله بجانب أن أنا ببدأ أحط القواعد الفنية بتاعت اللي برضو بحفظ الفريق الفكر بتاعي أي مدرب في الدنيا مهما كان إمكانيات وعايز المساحة دي عشان يعرف يحصل بينه وبين السكواد وبينه وبين اللعيبة انسجام في الفكر وفي طريقة اللعب المدرب ده كورته عاملة ازاي بيعتمد على ايه الجمل اللي بيشتغل عليها المؤجبات بتاعت كل مركز المعسكر ده بدي بقى عبارة عن التقاء فكرين ببعض فكر اللعيب نفسه وفكر المدرب المدرب أنا بدي أفكاري كلها للعيب في خلال الفترة اللي هي بتاعت المفروض أن الطبيعي أنت بتتكلم في شهر الشهر ده بعمله تحضير جزء منه تحضير بدني وفي نفس الوقت بدي أفكار فنية اللي أنا همش عليها طول السنة سواء في تغييرات في وسط السنة من جانب خطط أو طرق لعب بحفظها للعيبة بتاعت عشان أول ما قابل الفرق اللي أنا بصلنا في الفرق اللي أنا هقبلها في فرق مثلا ضعيفة هقبلها بالطريقة الفلانية في فرق قوية في أفريقيا مثلا أو بطلات زي أفريقيا محتاجة فكر معين قوي فببدأ بحفظ اللعيبة بتاعتي في التوقيت ده بجانب طبعا الأحمال البدنية اللي أنا بعليها في الوقت ده عشان أقدر أجيب أقصى حمل بدن اللعب بتاعي يقدر ينفذ بقى المطلوب منه ونفذ أفكار المدار طيب إحنا تلحين طلعين من مرحلة موسيماني سوارش يعني خلينا أقول سوارش تجربة ما كتملتش أبي هسمع رأيك فيها إيه إيه اللي شايفه فيها إيجابي إيه اللي شايفه نص الكوبال المليان وإيه اللي شايفه نص الكوبال فاضي بس هبدأ بموسيماني أنا دايما أي حد اتمرن مع جوزي باعتبره منجم علومات وأنا بشوف أنه على رغم منه موسيماني حقق إنجازات قريبة قوي من منول جوزي وفترة أقل وفي ظروف أصعب يعني ظروف اللي بشوف تولى فيها مستر موسيماني للمسؤولية برضو مستر جوزي يعني خد مساحة أكبر أخد مساحة أكبر درس وفهم طبيعة الكرة في مصر أكتر جماهير كانت مسندة في الملعب ودي حاجة أعتقد الجيل بتاع الأهلي حاليا نفتقدها بشكل كبير بس يمكن الحتة اللي بتعجبني أكتر في جوزي إنه الناس كانت راضية قوي عن كرة الأهلي عن حلوة الأداء مع النتائج ده يمكن نفتقدنا شوية مع موسيماني اللي أنا بس عايز أقوله ما لش هتاكر هدراك القصة كلها يعني ممكن تكون موسيماني مشابه لحد كبير لمستر مانو الجزي في بعض الحاجات اللي هي ممكن تقول إنه مستر مانو الجزي كان دايما عنده حتة استقرار على التشكيل دايما فدي ممكن يكون كان مشابه لها موسيماني في حتة اللي بتاع فالقصة كلها برضو إن موسيماني ما مساعدته للظروف إنه في وقت من الأوقات ضغط الماتشوت في خلال سنتين أو في خلال موسم ونص معاه ضغط الماتشوت اللي هو كل ثلاثة أيام سواء بطولات محلية أو بطولات أفريقية ما تدهوش المساحة إن أنا قدر حتى يعني ناس كتير أو جمهير كتير بتتكلم حياتة إن أنا مطورش لعيب ما عنديش المساحة إن أنا أدي اللعيب بتاعي مش أقول لك بقى تطوير لا تطوير بشكل شخصي يعني أطور مثلا من حسام حسن أطور من محمد شريف عد مرحلة إن محمد شريف بدل ما هو مثلا هدف أفريقيا بس يبقى هدف أفريقيا ودوري فكل ده ما عندوش المساحة من الوقت لكن مستر مانور كان عنده مساحة من الوقت إن أنت بتلعب كل أسبوع ماتش حتى لو اضغطنا في وقت من الأوقات اللي هو قبل بطولة كاس العالم كان بنضغط دايما في ماتشاط وبعد ما بنرجع من كاس العالم الأندية فبنضغط برضو في ماتشاط بس الفرق الوحيد بين مش عايز أقول برضو بين الجيل بتاعنا وجيل الحالي هو في العقلية نفسها إزاي أوفر لنفس المناخ إن أنا بعد أبعد أو أقل للضغوط اللي حوالي بحيث إن أنا لما أجي أنزل جوه الملعب أقدي بشكل كويس في نفس الوقت برضو الضغوط في الفترة الأخيرة من جانب بعض الجمهير إن أنت دايما على طول عايز أداء بجانب تطوير بجانب بطولات دي عجلت برضو بقصة إن أنت ما تسمحش إن المدير الفني حتى برضو يعمل حتة التطوير تجربتك لسوارش إيه أو رؤيتك لتجربة صوارش إيه رؤيته نسبيا الظلم في حتة النتائج ما ساعدته دي حاجة الحاجة التانية إصابات كتير إصابات كتير أوي فوق ما حد الإجابة منها كابتان عبدالله يعني إيه البصمة الإجابة اللي ممكن مثلا نقوله برضو الراجل برضو يعني صلح حاجة على حساب حاجة يعني حتى لما هو برضو أنا كنت في المواقع السوشيال ميديا والكلام هذا وحد يتكلم معا صحافة الراجل حاب يصلى حاجة لحساب حاجة وفي نفس الوقت هو كان جاي طموحه سابق الشغل اللي قدامه أو سابق الأماشة اللي قدامه الأماشة اللي قدامك مهلهلة ناس مصابة فيه ناس مجهدة وقعة بدنية بسبب قصة الجهد وضغط المتشاط دي جزء اتظلم فيها فهو كان عايز يعمل الظروف لا يساعده في النتاج الحاجة الأخيرة أنه صلح الجانب الدفاعي على حساب الشغل الهجومي فأصبح أنه بان عند معظم الناس عامل شكل دفاعي أكتر منه شكل هجومي اللي هو ما ترجمش في جمل لأنه ممكن نشوف جملة معينة يوصل بها لمرمى الخصم في أي مطشاط سواء ضعيفة أو قوية فبالتالي ما ظهرش بالله عمل نتاج كويس يعني يكسب الاتحاد ويكسب اتحاد الثلاثة وفيتشر أربعة يعاقص أقول في بعض المطشاط لا ظهر الأهلي بشكل جيد جدا هجومي يمكن فيه مطشاط تانية طبعا الفرقة ما كانتش بتقدم أداء بس ما كانتش حسب بس هو على حسب بس هو القماشة مع الناشئين أنا مقدرش برضو أجيب ناشئ برضو عنده 20 سنة عين كان برضو حتى بقلت خبراته واجي أديله جمل تكتكي عالية جدا عليه بجانب أن ممكن يكون اللجم وبرضو يعني أي برضو مريب منه في السنة كريم فوقات الخبرات برضو بتفرق لكن لو بلعب ملعب جنب خبرات هيدين بتاعته ويوجه نجوه الملعب أكيد عشان هقفل الحتة دي ميل نور قوي مع السوارش يعني لو محمد أشرف برضو زهر محمد أشرف كويس يعني شايف أن المجمل ماش كويس لو كان برضو وده جزء برضو بسيط اللعب اللعب برضو بيمستعني حتى لو بيلعب خمس دقيق حمد محمود ده القطعة القطعة الفنية اللي كانت نقصة في وجود مثلا فترة بتاعت المسلماني كان ممكن تكلل الحجل أو الشغل بتاعته المسلماني حتى لو احنا مثلا في ناس معترض على الأداء كان ممكن نعمل لك ويصنع لك حاجة كويسة فسط الأداء تراهن على محمد محمود مع الأهل المسلم الجاي أراهن تراهن يقدر يصنع الفارج يقدر يصنع لأن أنا قلت لك هو في موتشوت الوقت اللي بينزل في قليل خمس دقيق ما بين ربع ساعة تلت ساعة بينزل بيعمل حاجة كويسة أنصحه بس نصيحة أخيرة لازم تسعى أن أنت تكتهد في حت البدني خليني أخذك قبل ما نكمل كلامنا وقبل ما نروح لفصل لمسجد المشير تنطوي نشوف الصورة من هناك ونشوف طبعا يمكن مازال حتى اللحظات اللي احنا بنكلم حضراتكم فيها طبعا كابتن محمود الخطيبة هو بيتقبل العزاء في شققته طبعا ربنا تغمدها بواسع رحمته يا رب مازالت الشخصيات العامة والنجوم النادي الأهلي والمسؤولين فيه بتتوافد على مسجد المشير تنطوي لتقديم واجب العزاء مرة تانية طبعا خالص تعزينا لأسرة كابتن محمود الخطيب في وفاة شققته هنتابع مع حضراتكم طبعا على مدار الحلقة بس اسمحوا لنا قبل ما نكمل كلامنا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بضيفي كابتن عبدالله جلال ضفنا النهاردة ونجمينا في السادسة مرة تانية برحب بيك كابتن عبدالله وخليني عدي معاك بقى سريعا على بيت الأخبار عشان نخش على الجزء الخاص بالمركاتو طبعا الناس كلها عايزة تعرف الأسماء والصفقات والآله هتجيب مين ووي لآخر وانا عايزة يعني كنت بكلم مع ناس في وجهة نظر كده مرتبطة بفكرة الكام ولا الكيف وهجيلك في النقطة دي بس خلينا نعدي على الأكبار سريعا جدا الأول روح لميكالي موديل فني للمنتخب الأولمبي ازاي بتشوف درواز يمكن الرجل يمكن عمل معسكر للمنتخب في اسكندرية اختار فيه 30 لعيب وانا الحقيقة مهتم جدا بمتابعة المنتخب ده طبعا واحد عشان أولمبياد باريس ده المنتخب ان شاء الله في مداليا تفرق معنا كثير وخصوصا ان شابات مثلا الهانبول أبطال عالم يعني عندنا الهانبول التي توصلنا ان نبقى رواح بالأسف بالذات في الأولمبياد بالذات نهتم بالألعاب الفردية أكتر من الجماعية في حين ان نحن عندنا منتخبات في الألعاب التانية بعد عن كرة القدم الجماعية منتخبات ممتازة الصراح بس بصراحة كابتن عبداليا وماشي يعني على الأقل بيديك دافع برضو من انت الجماعية عندك برضو ممكن تهتم بها وتعمل برضو حاجة إنجاز كويس حتى هيضاف لبلدنا رصيد لبلدنا وخد بالك انه في كتير من عناصر المنتخب ده هتبقى يعني مش عايز أقول دعامة المنتخب الأول في كاس عالم فالفين وواحد كابتن شاو غريب خد ثالث عالم فدي كان برضو بداية إن هو يعمل أو يتخب جزء كبير منه يتبني عليه فيما بعد لمنتخب كابتن حسن شحاته فيما بعد وفي نفس الوقت حتى لما برضو كابتن حسن شحاته خد بطولة أفريقيا للشباب جيل كابتن عماد متعب برضو في الفين وثلاثة وراح كاس عالم برضو نتائج كويسة الجزء كبير منه كابتن عماد متعب وحمد فتحي وحسن عبد الرب وكل ده برضو كان جزء كبير منه اتخذ لمنتخب مصر فيما بعد لما كابتن حسن شحاته عمل توليفة كويسة بين الجيل القديم جيل كابتن أو نهاية جيل كابتن محمود الجهري مع جزء من منتخب كابتن شاو غريب مع الجزء بتاع المنتخب وهو الشباب فعمل منتخب قوي سدنا أفريقيا كل لها تلت بطولات وربعة في الفاضرة دي كنت بتحتار عشان تختار تشكيل منتخب أنت بتحتار يعني أبسط حاجة نص الملعب مش أقولك المدافعين نص الملعب حسن محمد شوقي حسن عبد الربو محمد شوقي حسن مصطفى حسن مصطفى يعني كان كان ناس كتير في نص الملعب أنا عايز أقولك أن غير ناس كتير كانت في الدور الممتاز برضو كانت مميزة في الوقت ده وبرضو ظهر كان زي أحمد شعبان سمر صبر في أمبي جده في اتحاد وجده في الاتحاد قبل ميجي الأهلي كل ده كان مميز والأهلي برضو كان في عنفوانه والأهلي في الوقت ده كان يعني مسيطر كلها عضرة كلها وده السؤال على فكرة اللي هرجع له يعني أنا دايما لما بيأتكلم على فكرة أنك أنت ترفع من مستوى الفريق أو تجيب صفقات الدولي والكاس هنا عندنا في مصر مع كامل احترامي المسابقتين أنا عارف أن هم مسابقتين من أكبر مسابقتة على مستوى المنطقة ويمكن على مستوى القرى والتنافسية فيهم إلى حد ما لطيفة صحيح هي في القمة بتبقى ضعيفة شوية في القعب بتبقى أكبر بس في النهاية ما بقس على ده أنا بقس على أنه الأهلي رايح يلعب دوري أبطال الأهلي رايح يلعب كاس عالم الأهلي رايح يلعب سوبر ليج فببص على مستوى منافسة إلى حد ما مختلف شوية بحط اعتبار لفرق زي سانداونز فرق زي الوداة فرق زي التراجي وغيرها من الفرق اللي ممكن تبقى عندها القدرة أنها تنفس الأهلي على ألقاب دي وبالتالي أنت بتكلم على كاليبر أو على عناصر ومقاومات مفترض أنها تتعدى بمراحل بمراحل المستوىات اللي موجودة في كل الدوري المصري متطفق ولا مختلف لا لا أكيد طبعا أنت أنا ده أعلى مستوى أنا بلعب فيه ما كنتش هيئس يعني النهاردة أنت لو بتلعب كأس العالم جمهيرنا دي الأهلي لما بقت تجيب برونزية تمام مبسوطين بقى فيه طموح أعلى من كده يا سلام لو شفنا الأهلي في الفاين يا فهم الحاجة الكويسة الحاجة الكويسة أننا دايما طموح لازم بقى سابق ما وقفش عند حاجة معينة يعني مثلا خدنا دوري بيبطنوحي أن أخذ أفريقيا بعد ما خدت أفريقيا بيبطنوحي أخذ السوبر خدت السوبر بأوصل لكاس عالم طب أنا خدت تالت عالم وكررتها تلت مرات بأطنوحي الجمهوري ده أت أوصل لنهائي لأنا عايز أغير عايز أغير وأوصل للأعلى طالما فيه أعلى وأقدر بإمكانيات اللعبة اللي عندي وإمكانيات النادي نفسه جماهيرية فأقدر أن أنا أوصل لأبعد مدى لا لا هاوصل إيه لي فيه المشكلة أطمح وأعمل وحضر للحاجة دي كويس هاوصل لها إن شاء الله طيب هاجئ للصفقات تاني بس خلينا روح لفيتوريا اللي يمكن أعلن قائمة اللعبين المحترفين في الداخل وهيعلن قائمة طبعا اللعبين المحترفين اللي هشاركوا فيه معسكر منتخب مصر عندنا مطشين مطشم معه المطشات اللي تم التفعليه في سبتمبر المفترض هنلعب نايجر وليبيريا وبعد كده في 11 أعتقد نلعب مع بلجيكا في طبعا استعدادنا لتصفيات أمم أفريقيا اللي هتتلعب في كوردي فور شايف الأول يعني وإحنا طبعا الموسم بره ابتدى مين اللعيبة التي تستحق الانضمام للمنتخب الوطني بعيدا القائمة اللي هو قالها برضو يعني ما تخرجش عنها لأن الناس فعلا اللي انتخدتهم دول اللي كانوا مميزين في الدور الممتاز خلال الفترة اللي فات كلها يعني مش أتكلم برضو أن فيه ناس ممكن تكون مثلا كانت مشى كويس في الدور الأولاني ما ظهرتش كويس الدور التاني لا فيه ناس الدور التاني من ضغط المطشوط وقوة المنافسة بين الفرق اللي بتصرع على الهبوط بالذات أفرازت لعيبة كويسة لكن القائمة اللي أنا شايفها دي يعني يعتبر أفضل الموجودين يعني في الدور المصول انت تقييمك ايه المسابقة الدولي السانيتي خلينا أخدها كده تنظيمية ربطة الأندية والله هو يعني بص هو الرابطة بدأت كويس قوي في الأول أول ما بدأت المهمة بدأت كويس قوي بالذات من ناحية البس التلفزيوني ومن ناحية الفار موضح اللقطات كويس وبعد كده بدأت ده مقول كده ايه الخدمة بدأت تنزل شوية شوية يعني بدأنا كاما على عشر الموسم يعني ممكن مثلا بدأنا مثلا نقول سبعة أو تمانية من عشر وبعد كده بقى معناش فنشنا كاما على عشر ممكن تقول خمسة أو ستة من عشر عشان ما نظلمش حد برد الناس بردو اكتهدت الناس اكتهدت وحاولت تعمل حاجة كويسة يعني مش هقول لك مشاركة الحاجات اللي شايف انه لو ربطة الأندية تفادتها في الموسم اللي جاي يبقى عندنا موسم ناجح من بدايته لانهايته أول حاجة لازم يبقى عندك جدول منتظم يعني نرجع للعهد القديم قبل 25 يناير بموسمين ثلاثة كان بيتحط جدول بتاع الدور الأولاني كامل بيتبقى للعندية بتطبق من غير أي تأجلات حتى احنا يعني النادي الأهل نفسه في الوقت ده اتبعت له الجدول كامل أنا فاكر في موسم الموسم وغالبا 2006 لما كنا راحين كس عالم واتبعت لنا برضو التوقيتات اللي قبل كس العالم والتوقيتات اللي بعد كس العالم في المؤجلات بضغط المتشاط برضو كل تلات كل تلات أيام أو كل أربعة أيام بنلعب مباراة فيريد ترجع للنظام اللي هو أنت حتى مش هقولك ابعت الموسم كامل زي أوروبا لأن احنا بقيت خالص عن أوروبا ساعة القال تبعت ايه اللي يمنع يعني الموسم اللي جاء ايه اللي يمنع السنة اللي فاتت كان عندك الأجندة مزدحمة يعني عندك تصفيات كس عالم عندك بطولة كس عرب عندك بطولة أمم أفريقيا فبالتالي عندك مشاركة الأهلي أو الأربع الفرق عموها مش بس الأهلي والأهلي كمل لغاية الآخر صحيح الفرق خرجت بدري بدري بس أنت في النهاية الأهلي عنده أمم أفريقيا ومع بقية الثلاث فرق الثانيين اللي بيعوا في دولة الأبطال والفدرالية عندك مشاركة الأهلي في السوبر عندك مشاركة الأهلي في كاسعالم بالتالي الأجندة كانت صعبة جدا أنك أنت تقدر تحضرها من دات موسم لكن اللي يمنع ده في الموسم اللي جاي هو اللي بيمنع دايماً هو الثابت عند الرابطة أو عند اتحاد الكورة قبل ما يبقى فيه الرابطة حتة الأندلة بتشارك في أفريقيا حتة الأندلة بتشارك في أفريقيا سواء أنت بتحددها أو ما بتحددهاش فبترجع بتيجي في وسط الموسم بتختلف فيها يعني أنت لو قلت مثلاً دايماً بيقول للأندلة بتشاركوا خاصة الأهلي وزمالك اللي هم عشان دايماً فيه استمرارية في المشاركة في أفريقيا فبتديهم مساحة زمانية يعني أنه مثلاً في المباراة الخارجية بيبقى عندك خمسة أيام أو أسبوع والمباراة اللي عندك على الأرضك بتديله بتاع أربعة أيام أو ثلاثة أيام فبترجع كل ده بيختلف أن انت بعد كده بيحصل لما بالأندية دي بتوصل للأدوار النهائية فبتضطر أن انت تأجله المتشاط دي بيحصل تضارف في المواعيد لأن انت بتقابل فرق بتنفس معك على الهبوط فبتضطر أن انت تحط مواعيد مساوية لكل الفرق عشان تدي مبدأ العدالة للفرق ياريت انت بقى تشوف حل مسبق من دلوقتي للفرق اللي هي بتشارف في أفريقيا وخاصة النادي الآلي عشان بقى بتكلم أنه عنده استمرارين هو بيوصل للأدوار الإقصائية والأدوار النهائية دي حاجة الحاجة التانية برضو حتة البس كان جات في وقت تتضبطت لأن دي البس بالذات بيفرم معك في حتة الفرق لأن انت لما تكون عندك كزا زاوية بتوضح لك وتديك الحقيقة فبالتالي الفر فشل ولا نجح من وجهة نظرك والله هو جاء على النادي يعني أنا مش عايز أقولها بس عشان ما يقولوش إن أنا عشان النادي الآلي والكلام ده بس هو في وقت من الأوقات جعلن على النادي الآلي فبنسبة يعني ممكن أن تدها 60% أو 70% لكن في حاجات فشل فيه إيه اللي انت شايفه في وجود مارك كاتنبرج كرئيس أو مسؤول عن نجلة حكام في الموسم الجديد وإيه اللي تتوقع أنه يعمله يزبط أو إيه إجراءات اللي تتوقع أنها تزبط من خلينا نقول الخلل المستيها خلل اللي حصل في مستوى التحكيم في الموسم الأخير يعني من يعني الراجل أنا لمست حاجة بسيطة كده مش لسه ما برضو يعني أتمنى نهاية الديني بدرة أمل في حتة التحكيم أنه الراجل من ساعة ما مجي وشوفناه حتى عاد في ماتش من الماتشات للنادي الأهلي وبرضو حضر في ماتش تاني برضو مش متذكر إيه يعني فمش عايزة أقول أني تحكيم الزبط أو كده يعني أقول لا أقول لا أقول لا أقول يعني حسنا 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 أخيرا أنه في الماتشين آخر ماتشين آخر ماتشين أو آخر أسبوعين في الدوري في حكام أنا عايزة أسميهم يعني معلش أنا آسف يا جماعة من زالوش من في حكام برضو صحابي يعني وكده لا الحكام الغلابة أخذوا فرصتهم حكام الغلابة وظهروا بشكل كويس وظهروا كويس وخذوا فرصتهم فعلا يعني عملوا ماتشات كويسة يعني أنا في حكام معي عندي على الفيس أنا بعتنهم تهنئة وفعلا يعني بجد عملوا حاجات كويسة لا ظهروا ما فيش الرهبة بتاع التحكيم متحسش أني في حد مستني غلطة لا بياخد حرات لما بتعرف لما بتعرف أسماء يعني دايما كده عارف الجمهوري يقولك إيه يقولك الإعلان مثلا على التقم الفلاني هيحك المباراة الأهلي اللي جاي كان في المية من الأسماء بتبقى متطمن وحاسس أنه تمام التحكيم ما تلاقش منه المطش اللي جاي وكان في المية بتبقى حاسس ربنا يستر والله هو انت سؤال ده لا بس هو يعني الموسم ده غير بقى يعني مش هكذا الموسم اللي فات بس الموسم ده بالذات يعني فيه قليل قوي لما كنت بتطمن التحكيم يعني كنت يعني بنسبة كبيرة يعني بنسبة كبيرة قوي كنت تبقى الأم من المستوى من المستوى من مستوى التحكيم لأنه هيحسن هيحصل حاجة هيحصل فيها جدل المكان ش عليك هيباليك بس برضو فيها جدل يعني ربنا يشهد على الكلام ده كل كلمة قلتها فيه التحكيم المصري سواء كانت معا أو سواء كانت ضد ما كانتش بس دفاعا عن حقوق مشروعة للنادي الأهلي لكن كمان كانت رغبة في أنه الحكم المصري يستعيد مستوى ويستعيد مصداقيته ويستعيد مكانته اللي كانت موجودة حتى فيما قبل وجود الفار أنا اتقالي أنه الفار اللي أنا كنت متخيل أنه هيكون وسيلة مساعدة تساهل من مهمة الحكم وتمنع من حالة الجدل وحالة الإشكاليات اللي كنتم ندخل فيها فتحول الحقيقة إلى العكس تحول إلى وسيلة كاشفة وضغطة ومؤكدة لعلى أخطاء التحكيم عندنا في مصر طبعا أنا أكيد لما فيه حاجات كتير ظهرت النهام معلش يعني فيه حكام فعلا كانت ماشى كويس وبسبب أخطاء الفار خلت أن هو جوه الماتش فيه عليه على مثل أستيف هاني حتى بعد الماتش فيه كلام كتير صحيح وليد سليمان ويمكن المشوار الطويل تلعبت مع وليد ولا وليد جي بعد لعبت مع وليد بس هو جي بعد يمكن مشوار طويل جدا واحد من النجوم المميزين جدا ولغاية آخر اللحظة الحقيقة مستوى مش بس قصة في الملعب مش بس قصة قصة كورة لكن قصة باكتش كله على بعض وحالة الحب وحالة الالتزام وحالة الوفاء فكرة أنك أنت تحس أنه اللعب مخلص بجد لك وعاشق ومقدر بشكل كبير جدا نادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي أعتقد وليد بيمثل وبيلخص الحالة يا كابتن عبدالله أولاً أتمنى له كل التوفيق في حياته اللي جاية أي أن كان هو اختار إيه في حياته بعد ما يبطل كورة إن شاء الله هذه حاجة الثانية مهما الواحد يتكلم برضو عن وليد شخصية محترمة على خلق لنحسابه على الله ونزكئ أحد على الله لكن القصة كلها إن وليد من الشخصيات زي ما بقولوا كده دايماً فيه لعبة كبيرة في كل فريق كده يبقى لها علامة في وسط الحالي وخاصة مع اللعب الزغير لو رجعت كل اللقاءات أنا ويمكن ركزت في النقطة دي بالذات اللقاءات حتى وخاصة لقاءات الأهلي اللعب الزغيرة بتتكلم على وليد سليمان بحاجة نحسسوك إن هو لأب الروحي بتاعنا خاصة خاصة وجوده وكلامه وتعليماته وتوجهاته خارج الملعب بتبقى أهم بكتير من جوة الملعب اللعب الزغير دايماً وإحنا كنا صغيرين برضو لما كنا نطلع نتمرن بس مع الكبار كنا بنتمنى بس إن اللعب الكبير يقول لنا كلمة كلمة حلوة بلاش يعني مش هقول لك هزوار باب بس على الأقل كلمة حلوة كويس شد حيلك أي أي معلومة ترفع معنويات هترفع معنويات أتمنى من عمل معك كده من اللعب الكبار في كبار في جيلك كنت بستفاد منه الصراحة كابتن هو الجمعة كنت بأتكلم يعني كان بيتكلم معي على طول الصراحة كابتن أحمد السيد كابتن أحمد النحاس مش عايزة أنسى حد الصراحة يعني كابتن أبوتريكا يعني دول الأعرب ليا كابتن أحمد حسني برضو كنت بأتكلم معاين من اللواء كان علاقتي بهم الناس كويسة وكان أي معلومة أو أي كلام ممكن منكم يحصل معي أحوار أو استشيره في أي حاجة أي من اللي كان بيشخد فيك منهم أي من اللي كان بيشخد فيك منهم أي يشخد دي كابتشاد محمد يا رسول جلان نازم يشخد دم أجل أرواح معك للمركاتو طبعا الناس يمكن من قبل نهاية الموسم والناس بتكلم على صفقات النادي الأهلي وأنا كنت بتكلم في بداية الحلقة أنه أنا شايف أنه الأهلي مش محتاج كم يعني طبعا في النهاية القرار بشكل كامل إدارة النادي الأهلي والمسؤولين فيه هي اللي هتقرر وتشوف وتحط الرؤية الأهلي محتاج إيه لكن أنا بشوف أنه سكواد الأهلي الحقيقة اللي واقف على رجله إحنا مش محتاجين عدد صفقات كبير لكن محتاجين كواليتي صفقات على أعلى مسترد إذا كنت أتكلم على لفل المنافس اللي كنت لسه أتكلمك عليه فأنا شايف أنه الصفقات اللي هاجبها النادي الأهلي مفترض يعني أنها تبقى فار بياند يعني أعلى بكتير من مستردات كل الأسماء حتى اللي تقلقت الموسم ده في الدولي في السبعتاشر فريق اللي برا نادي الأهلي تعتفق ولا شايف أنه لا الأهلي في حاجة لتدعيم معدد كبير جداً من الصفقات؟ هي مش بالكمة زي ما هرجاء قلت كده يعني أنا بقى بص على التدعيمات محتاج إيه في المراكز اللي عندي وخاصة خاصة أنا دايماً بكلم حتة بص على الملف بتاع اللعيبة الأجنبية أكتر هتستفاد منه أكتر من اللعيب المحلية البطولة السندي أفرازت لعيبة لفتت نظرك؟ أو يعني نقدر نقول قدمت أسماء؟ يعني هو برضو خلي بالك أن الدور المصري أو عيبة اللعيبة المصري عامة اللعيبة اللعيبة المصري أنه هو لما بتقلق ماتشين ثلاثة إحنا بنحسبها كمحللين بنحسبها موسم ده للأسف، ده للأسف مش إحنا كمحللين بقى كورة فنية لا، إحنا نتكلم كجمهور لكن محدش بيتابع حد على المستوى البيضة كما قلت أحدك في أول الكلام كده، قلت لك أن في ناس تقلقت الدور الأولاني الدور الثاني أنا لا شايفها بتيجي مثلا في الدور الثاني لما الماتشات اتضغطت بينا نحسب أن الماتشين الثلاثة دول موسم كامل في حين أن إنت لو ركزت معها هتلاقيه لقب في الـ 18 أو الـ 17 ماتش بتقلقت دور الثاني، ملقبش غير ماتشين أو ثلاثة بالكتير مميزين لكن على المستوى البعيد لازم عشان أقول لعيب فعلا يستحق أن نقول عليه حاجة عمل حاجة وهو في الدوري وينفع يتنقل يلعب أهلي أو زمالك أو أي أن كان فرق بتنفس على الدور المتحدث لازم يكون عمل حاجة جمدة جدا فدي حاجة النقطة الثانية النادي الأهلي محتاج فعلا تدعمات بس مش زي ما الناس متخيلة برضو أن النادي الأهلي واقع حضرتك تفضلت وقلت أن النادي الأهلي لو رجع لمستوى يعني إحنا كنا بنتكلم في الأول أن أنت أديني وقت راحة هرتاح، أخذ نفسي، أحضر، أبدأ أحضر، أرتب اللعبة بتاعتي والأوراق بتاعتي أشوف إيه اللي محتاجه، فيه مدير فنة هيجي فترة أعداد هيشوف إيه اللي محتاجه وإيه اللي مش محتاجه، دي حاجة الحاجة الثانية، ممكن يكون اللعبة اللي أنت كنت شايفها الفترة اللي فاتت ومكسرة الدينة في الدور المتحدث، ممكن أشتريه وحط عندي ما ينفهمش، ما يمشيش مع فكر المدير الفني وما يمشيش كمان مع فكر النادي أو الحجم الجماهير بتاع النادي اللي احنا بنتكلم فيه، حجم البطولات، حجم مشاركة في البطولات الكبيرة اللي احنا فهي مش قصة أن أنا لازم أجيب صفقاته خلاص، فهي القصة كلها برضو لازم أجيب تدعمات على أدل مراكز اللي أنا محتاج فيها دي حاجة الحاجة الثانية، نركز برضو على الملف بتاع العيبة الأجنبية لأنه هو ده اللي هيفيد طيب، لو قلتلك معاك بودجت مفتوق أوي، يعني لو قلتلك بندردش مع بعض أنا عندي رقم، هحطه لصفقات الأهلي الموسم ده، وهطلب من كابتن عبد الله ياخد رقم كله يحطه في صفقتين صفقتين، مش هعمل غير صفقتين الموسم ده، أنا مستغني عن الكم السنة دي، أنا شايف إنه فردة الأهلي يقف على رجليها، إن شاء الله بإذن الله هي كده ومش محتاج هعمل غير صفقتين بس، إيه المركزين، من بره، مش من جوة مصر، من بره مصر، إيه المركزين اللي أنت تستثمر فيهم بودجت النادي الأهلي؟ في الصفقات دي، وإيه نوعية اللعيبة اللي أنت بتدور عليها عشان تجيبها تكون موجودة في سكواد الأهلي الموسم اللي جاي؟ يعني أنت بتكلم من وجهة نظري شايف كده، لازم رأس حربة صريح، حاجة كده، يعني حاجة كده، ومعنديش غير شايف كده قدامي عماد متعب مع احترام الكامل يعني محفظ الألقاب، يعني لا، عايز حاجة زي عماد متعب هو المركز ده بعد جيل عماد متعب في مشاكل كتيرة جد، يعني متعب حتى منتخب مصر، أنا أتكلم عن منتخب، أنا أتكلم عن كرة في مصر عموماً يعني يعني ما أعتقدش أنه في اسم جي تقدر مع كامل الاحترام، والله مش بقلل من حد، بس أنا أتكلم يعني عموماً يعني الجيل بتاع متعب وعمر زاكي، ومعهم ميدوا فترة من الفترات برضو، ومن قبلهم كابتن حسام حسن، كان المركز ده دائماً بخير، يعني ما تقلقش على فكرة المهاجم الصريح في المنتخب المصر، أو في كرة في مصر، تعديل، أنا عايز أقول برضو في حاجة برضو تعديل طرق اللعب، ودخلنا كمان برضو في مصطلح جديد هو المهاجم المحطة، وحتى اللي بيتكلم، أنا محترام الكامل اللي بيتكلم، أو بيوجه اللعيب ويقول له أنت مهاجم محطة أو فرود محطة، المشكلة أن أنت مش عارف يعني محطة، مش عارف يعني مهاجم محطة، وبيبدأ يوجه على قصة أن أنت مهاجم محطة ده يعني هو اللي لازم يصنع عليه لزميله بس، لو أنت عايز تتكلم على فرود محطة، ما هو عندك كريم بن زيمة، قاعد كتير هو فرود محطة، وبيفضي لزميله، بيفضي لكريستانو بالذات، ليس كريستانو من ريال، مع هو دلوقتي برضو فرود محطة، بس هو الهدف بتاع الفرقة، فيه فرمة بين أن أنا أدي التوجهات واللعيب بتاعي، يوفرح باللعيب بتاعي، عمال طول الماتش عمال يشترك بس، يقولوا إيه، زحل الإنزمية جعلت أنت فرود محطة، وفيه فرمة بين أن أنا فرود محطة عشان تفضل نفسك بعد كده، أنت اللي تبقى الهدف بتاعي الفريق، تمام، يبقى كوالتي مهاجم صريح، تميل لمدرسة، يعني تقول لي أروح للمدرسة الأفريقية، ولا تميل أن لا والله أنا محتاج أجرب حد كان بيلعب في أوروبا عند تجربة اللعبة في الدولات الأوروبية، وممكن يبقى أفريقي برضو، ولا تروح لمدرسة زي المدرسة اللاتينية مثلا؟ أنا بفضل أنها بأفريقي لأنه برضو أنت الأفرقة، أو أنت بتشارك أغلب مشاركتك أفريقية، أفضل أفضل ثلاث أفرقة شغلوا المكان ده في الأهلي من وجهة نظرك، الموديل اللي بتدور على واحد زيه، واحد أفريقي زيه، يعني لعب في الأهلي، لعب في الأهلي، فلافيو، ثم أحمد فليكس، ثم ممكن مين تاني، أفونا؟ 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 أفونا، أفونا كان هايل بصراحة، ولد، رجع على صوت، الصفقة الثانية، الصفقة الثانية، عايز واحد وينج، بس يكون وينج من هو، يعني حاجة كولد كده، يكون مهاري شوية، ياخد الكورة، ومش خصة أننا أدور على الأسيست بس، مشكلة النادي الأهلي، الأطراف بتاعته الفترة الأخيرة، بيدور على الأسيست الصريح، اللي هو، بدور أن أنا أحرك بس كرة كده، وعمل إليه، الأوفر، أو، بدور على أي مساحة بين المدافعين، ورح أعمل كده، عشان الفرو دي، لا، أنا عايز، اللي يخلص، اللي هو يعدي، يعني مثلا، كان من الوينجات المميزة في الحتة دي، هو بياخد الكورة، ويروح للمدافع، ويعدي، ولو ما عديش، بيعمل حاجة، بيخلق، بيعمل خلخلة في الجبهة، اللي هو اللي بيعمل فيها، فهو أنا عايز وينج بالكواليتي ده، اللي هو، يا إما مهاري، يا إما في سرعات كده، ويعدي، ويصنع للفرق في اللي، ده موجود في الدولة المصري، شفت حاجة من العينة دي، شفت القماشة دي، ما خبطتش فيها في مصر، وتميل هنا بقى، في البتهالي الحتة دي، بتاعت اللاتينيين أكتر، يعني، برازيلي، أرجنتيني، الحاجات اللي هال، يعني برازيلي، أرجنتيني، هتصرف ببازقة، كابتنا، طبعا، يا أكيد، أنا عايز أعمل حاجة للنادي بتاعي، عايز أعمل حاجة لفرقتي، فمش هروح أجيب، معنش واحد بخمسة جنيه، قوله، الدولة المصري، هناك أرقام، ما تقدرش تترجمها، للأسف، للأسف، الأسعار رفعت بدرجة جنونية، أنا مش متخيل، أن الأسعار دي، يعني، على رأي واحدة، أعرف أليك، أبو تريكا، لو كانت سمع الرغم ده، أو حبيبي محمد سمير برادو، وكان بنا في الآلي، قال له، أبو تريكا سمع الأرقام دي، من حقه، كان يمشى على الحيط بقى، بالأرقام دي، يعني، فهو، أن الجيل بتاعنا، فعلا، كان فيه مواهب، فيه كرة، فيه متعة، فيه لمسة ولعبة، مش شرط حتى، الكوالة اللي نتكلم عليه، مهاري بقى، وحركات، وكده، بس على الأقل، كان فيه كرة ممتعة، اللي هي لمسة ولعبة، بسط حرك، وكان فيه متعة، وفيه بطلات، نورتناك يا عبد النهور، مشكرك، شكرا جزيح على وجودك معنا، وبإذن الله، موسم جاي يكون الأفضل، إن شاء الله، أعتقد أن النتيجة، وراهنا عن النتيجة، هتكون مرضية، لكل عشاء، وجمهير، المارض الأحمر، عائد، وبقوة بإذن الله، بشكرك مرة تانية، شرفتنا ونورتنا، وبشكركم كمان على المتابعة، وبكرة، الحساب هيكون بالورقة، والألم في السادسة، دايما على شاشة الأهلي، تحياتي لكم.